دردشة مع الزهرائيين فقط ليالي شعبان ألف وأربعمية وخمسة وأربعين للهجرة وأنا محدثكم وخادمكم عبد الحليم الغزي يا زهراء سلام عليكم جميعا هذه دردشة مع الزهرائيين فقط أتحدث فيها عن أمور مهمة تجول في أوساطكم أخاطب الزهرائيين هناك أسئلة ملاحظات استضاحات تنبيهات كثير من الكلام لكنني سأختصر أختصر وأختصر وأختصر سأجيب على عدد من الأسئلة المهمة التي تدور في أوساطكم مثل ما عنونت هذا الحديث دردشة مع الزهرائيين فقط جعلت كلامي في عدة نقاط النقطة الأولى لا أريد أن أضع أضع تقريرا كاملا بين أيديكم لتقييم ما قامت به قناة القمر الفضائي فقد مر عقد كامل على تأسيسها القمر الفضائي اتخذ القرار بتأسيسها وبدأت الخطوات العملية الأولى لأجل أن نفعلها على أرض الواقع سنة 1435 للهجرة ونحن الآن في النصف الثاني من سنة 1445 للهجرة لقد مر عقد كامل على تأسيس قناة القمر وانقضت تسع سنوات على بثها الرسمي البث التجريبي ابتدأ في 11 جمادة الجمادة الثانية 1436 للهجرة 14 2015 ميلادي والبث الرسمي بدأ في الرابع من شعبان 1436 للهجرة 23 منكم أخاطب الزهرائيين يسألون عن أخبار قناة القمر وأوضاعها لن أطيل الكلام أقول لكم قناة القمر مؤسسة ومنهج المؤسسة والمنهج قائمان عمليا بكم يا أيها الزهرائيون المؤسسة تحتاج إلى الإمكانات المادية ومن دون مشاركاتكم المادية لا تستطيع هذه المؤسسة أن تستمر في عملها ومنهج من دون متابعتكم واهتمامكم ومن دون سعيكم في خدمة إمام زمانكم إن كان ذلك في العالم الافتراضي أو في العالم الواقعي فلا يوجد هناك منهج متحقق بنحو عملي من دونكم مشاركتكم المالية ضرورية وفوق الضرورية ونحن لا نطالبكم بالكثير القليل الدائم خير من الكثير المنقطع وكما تقول الأمثال والتجارب قطرة قطرة تمتلع الجرة خلاصة الكلام كما قلت لكم قناة القمر مؤسسة ومنهج مؤسسة تحتاج إلى الأموال ومنهج يحتاج إلى التطبيق العملي وكل العنوانين أتحدث عن المؤسسة والمنهج يقومان بكم خلاصة الكلام قناة القمر الفضائية حققت ما كانت تريد أن تحققه ولا زالت تواصل العمل ليل ونهار مع ملاحظة قصورنا وتقصيرنا وقلة الإمكانات المالية وكثرة الموانع والعوائق التي يضعها من يضعها في طريق عملنا كثيرون قالوا وقالوا منكم لماذا لم تهتم قناة القمر بما يجري في غزة قناة القمر قناة هويتها معروفة قناة عقائدية فكرية ثقافية ما هي بقناة إخبارية ولا هي بقناة سياسية قناة عقائدية فكرية ثقافية لها جمهور معين فهي لا تخاطب الجميع هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كان الحديث عن الموقف العقائدي وعن الموقف الشرعي بحسب منهجي وديني العترة الطاهرة لا شأن لي بسخافاتي وتفاهاتي مراجع الشيعة الطوسيين أتحدث عن دين العترة الطاهرة هذه حرب بين اليهود والنواصب حماس عنوان واضح لأعداء العترة الطاهرة هؤلاء جزء لا يتجزأ من جماعة الإخوان المسلمين بالنسبة لي لا أعرف في التأريخ مجموعة في النصب والعداء للعترة الطاهرة كهذه المجموعة التي أسسها حسن البن واعتمدت فكرة سيد قط لعنة الله عليهما وعلى من اقتدى بدينهما حرب بين اليهود والنواصب قناة القمر لا تصنف على اليهود ولا تصنف على النواصب فما شأنها وما دخلها في ذلك إذا كانت المرجعية الشيعية الطوسية سخيفة وسفيهة وتافهة فهل نحن ملزمون أن نكون سخفاء وسفهاء وتافهين كهذه المرجعية الضالة المضلة الفاشلة الفاسدة وإذا ما أراد أحد أن يثير الجانب الإنساني هناك جانب إنساني في حرب غزة الأطفال يذبحون إلى غير ذلك الجانب الإنساني واضح الجانب الجانب الإنساني موجود في حرب أوكرانيا وموجود في حرب السودان وموجود في حرب اليمن وفي سائر الحروب الأخرى ونحن لا نملك شيئا نستطيع أن نصحح فيه هذا الواقع الذي يفتقر إلى الرحمة ويفتقر إلى كل معاني الأخلاق هذا هو واقع العالم لابد أن تعرف من أن ما يجري في السودان قد يكون أسوأ مما يجري في غزة مسلمون يغتصب بعضهم نساء البعض اليهود في غزة ما فعلوا ذلك لا أريد أن أتحدث عما يجري في العالم الكواليس مشحونة بالأسرار الذين يخرجون على الفضائيات ويحللون ما يجري في غزة هؤلاء لا يتحدثون عن الحقيقة حقائق الحروب لا تظهر إلا بعد أن تنتهي الحروب ما يكون في الإعلام وفي العلن وعلى خشبة المسرح صورة لا تكشف عن الحقيقة لأن الحقيقة ستتضح بعد أن تضع الحرب أوزارها ولن تكشف الحقيقة كاملة كما هو حال كل الحروب التي مرت والتي جرت في تاريخ البشرية ما يتحدث به وما يكتب وما يقرأ وما يقال وما يتردد من الكلام وقت الحرب شيء وما ستكشفه الأيام بعد انتهاء الحرب شيء آخر الإسرائيليون مثلا يتحدثون عن أهداف لحربهم لكنهم في الحقيقة يتحدثون عن أهداف وهمية الأهداف الحقيقية لا يتحدثون عنها الكلام هنا ليس لتحليل الموقف ولتشخيص ما يجري على أرض الواقع إنما هو هو جواب على سؤال سأله كثيرون منكم وأكتفي بهذه الخلاصة لأنني لا أريد التطويل وهذا الأمر ليس له من الأولوية في برنامج التمهيد لإمام زماننا وليس له وليس له من الأهمية بل لا قيمة له في مثل هذه الأجواء مجموعة من الأكاذيب تثار حولي كما قلت لكم إنه حديث معكم أنتم أيها الزهرائيون فقط فإنني لا أملك طريقا للتواصل معكم إلا عبر هذا الأسلوب مجموعة من الأكاذيب أولا ماسوني ويماني هناك من يصفني بأنني ماسوني وهناك من يقول عني بأنني أنا اليماني وأنا أدعي ذلك الذين وصفوني بأنني ماسوني يكذبون والذين وصفوني بأنني اليماني الموعود في أحاديث العترة الطائرة يكذبون أيضا لأنني لأعرف هذا عن نفسي وما ينقل عني كذب وافتراء ولو أردت أن أحدثكم بصراحة فإن قولهم عني أنني ماسوني أحب إلي من قولهم عني أنني اليماني الموعود لأن الذين يصفونني بأنني ماسوني يسعون إلى سمعة الشخصية وإنني قد تنازلت عن سمعة الشخصية في أولى خطوات التي خطوتها في هذا الطريق لا يعني هذا أن سمعة ليست مهمة عندي ولكنها لا قيمة لها في ساحة خدمة إمام زماني إنني أدوسها بحذائي فالذين يصفونني بأنني ماسوني يسعون إلى سمعة الشخصية بالدرجة الأولى أما الذين يصفونني بأنني اليماني الموعود ويدعون بأنني أنا الذي أخبرتهم إنهم يدمرون خدمتي لإمام زماني وهذا الأمر لا أستطيع أن أتنازل عن سمعة شأن شخصي يمكنني أن أتنازل عن الأذى الذي يلحقني فيها ولكنني لا أستطيع أن أتنازل عن خدمتي لإمام زماني هؤلاء كاذبون الذين يصفونني بأنني ماسوني وهؤلاء كاذبون أيضا الذين يصفونني بأنني اليماني الموعود وأنني قد أخبرتهم بذلك ثانيا في السياق نفسه هناك أشخاص من شمال أفريقيا وصلتني معلومات عنهم لا أريد أن أشير إلى الأسماء ولا إلى الأمكنة كي أترك مجالا لهم للتراجع عن هذه الأكاذيب هناك من يدعي ويخبر الناس بأنني على تواصل تلفوني معه يوميا هناك أكثر من شخص ومن أنني قد أخبرتهم بأنني أنا اليماني الموعود هذا كذب وافتراء إنه محض كذب وافتراء لا أنا بالذي أتواصل تلفونيا يوميا مع هؤلاء الأشخاص ولا أنا بالذي قد قلت شيئا من ذلك لا عبر التلفون ولا بنحو مباشر وجها لوجه ثالثا هناك شخص يسمع هؤلاء الآخرين تسجيل صوتيا لرسالة صوتية هي في الحقيقة من زوجته إليه وهذه الرسالة تتحدث فيها هذه الزوجة لزوجها عما كانت تفعله من فاحشة إنها قوادة مهمة من قوادات الخطابيين في لندن هذا الساقط يسمع هذه الرسالة الصوتية التي هي من زوجته إليه حيث تتحدث فيها عن نشاطها وهي تعمل قوادة عند الخطابيين وهذا موضوع عريض واسع لا أريد أن أدخل فيه لكنه يقول للذين يسمعهم هذا التسجيل من أن أصل الصوت هو صوت أنا ولكنني فبركته فجعلته بصوت زوجته لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الكلام ولكنني أقول للحمير الذين صدقوه إذا كان الأمر هكذا لماذا لا يرفع دعوا لماذا لا يقدم شكوى للقضاء البريطاني هو في بريطانيا وزوجته بريطانية وأنا أيضا موجود في بريطانيا لماذا لا يرفع شكوا لأن التحقيق لو فتح سيثبت أن الصوت صوت زوجته ومن أن الرسالة الصوتية صدرت من جهازها التليفون ووصلت إلى جهازه التليفون وهو يعلم هذا علم اليقين لكن أناسا في الأجواء التي أعيش فيها يريدون أن يصدق أي شيء يقال عني لا أعبأ بهذا لكن أقول لهؤلاء الحمير الذين يصدقون هناك أجهزة الموبايل إذا ما فتح التحقيق فسيأخذ جهاز زوجته وجهازه التليفوني وأجهزة ولديه لأن أمهما قد أرسلت الرسالة نفسها لولديها لو افتردت أن هذه الرسالة قد حذفت من أجهزة الموبايل إنها تحذف في ظاهر الجهاز كما يقولون في العلوم المعاصرة ليس هناك من موت الرقم المعلومات الرقمية لا تموت المتخصصون يستطيعون أن يخرجوا هذه المعلومات من الأجهزة حتى لو حذفت المعلومات وهناك شركة الاتصالات فعندها داتا للمعلومات إذا ما فتح التحقيق سيذهبون إلى داتا المعلومات لدى شركة الاتصالات وسيعرف من أين خرجت هذه الرسالة الصوتية من أي تلفون وإلى أي تلفون ذهبت وهناك بصمة الصوت هناك أجهزة تكشف بصمة الصوت وهناك تطبيقات وبرمجيات ألكترونية تفعل على أجهزة الكمبيوتر لكشف بصمة الصوت فكل متحدث حتى لو أراد أن يغير صوته تبقى بصمة الصوت موجودة هناك أساليب كشف الفبركة من خلال حساب عدد الأنفاس وطريقة التلفظ بالحروف والتلفظ بالكلمات هذه أمور علمية ثابتة حتى لو تدخل الذكاء الإصطناعي في الفبركة فهناك الإمكانية لكشف الفبركة في مواطن تدخل الذكاء الإصطناعي فضلا عن الشهود والتحقيق مع الأشخاص وهذا موضوع كبير أنا لست مهتما بما يفعله هؤلاء الساقطون ولست مهتما بهؤلاء الهمير الذين يصدقون هذا الكلام لكنني أجيب على أسئلتكم فقط ولا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك إلا إذا اختضت الضرورة فإنني أمتلك من التسجيلات الصوتية ومن الفيديوات ومن الشهود ممن يملكون الاستعداد الكامل أن يتكلم عبر الإعلام أو في ساحة القضاء ثالثا هناك من يقول بأنني أمرت أشخاص يذهبون إلى العراق يعيشون خارج العراق أمرتهم أن يذهبوا إلى العراق لأن الظهور قريب وحق عصمة الزهراء ما صادر هذا الكلام من عندي وكثيرون اتصلوا بي وقالوا من أن الأحداث تشير إلى أن الظهور قريب فهل يجب علينا أن نذهب إلى العراق جوابي كان هذا لا نملك دليلا على قرب الظهور بأن نقول في سنة أو سنتين أو ما هو قريب من ذلك لا يوجد دليل قطعا على هذا ومن جاءكم بوقت فكذبوه تريدون أن تذهبوا إلى العراق من عندي أنفسكم هذا أمر راجع إليكم أما أن تجعلوا انتقالكم إلى العراق لأن الظهور يكون في هذه السنة أو في السنة التي بعدها وحق عصمة الزهراء ما صدر هذا الكلام من عندي هذا كلام السفهاء وإنني لأكثر علما بحديث العترة الطاهرة وأعمق فقها بأحاديثهم الشريفة من أن أقول مثل هذا الكلام ولست أعبأ بما يقال عني وما يكذب علي لكنني أجيب على أسئلتكم ومن هذا يظهر من أن الكلام الذي ينقله البعض عني من أن الظهور في غضون سنة أو سنتين يظهر كذب هذا الكلام إنني أعتقد أن تباشير الظهور بدأت منذ سنة 1901 ميلادي لكنني لا أعتقد أن الظهور سيكون في غضون سنة أو سنتين قد يكون هذا لا علم لي به لم أتحد بمثل هذا الحديث كل هذا الذي نقل عني كذب في كذب في كذب لا علاقة لي به لا من قريب ولا من بعيد رابعا النقطة الرابعة هناك تنبيه برامجي في قناة القمر تطبع وهي موجودة بشكل حروفي مطبوع على الإنترنت تطبع بكاملها وتطبع مختصرات لها كل هذا لا أعده رسميا الآخرون هم الذين يفعلون فهناك من يحاول أن يجعل هذه المطبوعات كتبا بإسمي هذه الكتب لا تمثلوني هذه مطبوعات عن برامج ما هي بكتب إذا ما حولتها إلى كتب فلابد أن تكون هذه الكتب قد طبعت بإشرافي وتحت نظري ومراجعتي ولابد أن تكون صادرة عن مؤسسة القمر للثقافة والإعلام وسيكون هذا إن شاء الله تعالى إذا ما توفرت لنا الإمكانيات المادية فهذه الكتب التي تطبع ما هي بكتب هذه طباعة حروفية للموضوعات التي أطرحها في برامج التلفزيونية ولا أعلم مدى دقة هذه المطبوعات ولذا فإنني طلبت من الذين يقومون بمثل هذا الأمر أن يكتبوا في مقدمة هذه المطبوعات بأن هذه المطبوعات لا تمثل المؤلف لا تمثلني ولا يمكن الإطمئنان الكامل إليها لا بد من الرجوع إلى البرامج نفسها أو إلى الكتب التي إذا ما طبعت وصدرت بنحو رسمي عن مؤسسة القمر لثقافة والإعلام النقطة الخامسة هناك استضاحات أولا تسألون عن بيان شهر رجل الذي صدر في السنة الماضية وفي هذه السنة أيضا تسألون عن الحكمة وعن خلفية صدور هذين البيانين هذان البيانان لم أكن قد أصدرتهما ابتداء من عند نفسي إنما كان صدور هذين البيانين في شهر رجل في السنة الماضية سنة ألف أربعمية وأربعة وأربعين للهجرة وفي هذه السنة سنة ألف أربعمية وخمس وأربعين للهجرة لم يكن الأمر ابتداء من عند نفسي كان الأمر استجابة لطلب قدم لي من مجموعة من الهيئات الحسينية التي تقيم برامج العزاء الرجبي في شهادة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه هم الذين طلبوا مني أن أوجه بيانا أتحدث فيه عن الموقف العقائدي وعن الموقف الفتوائي في اللحظة الشيعية الراهنة فهذان البيانان لم يكن قد صدر ابتداء من عند نفسي وإنما كان الأمر استجابة للآخرين هناك أشخاص يقولون نحن نتابع برامج غناة القمر لكننا لا نحبذ أن تسمع عوائلنا أحاديث هذه البرامج لماذا؟ لأن عبد الحليم الغزي يسيء الأدب حينما يصف مراجع النجف وكربلاء بالأوصاف التي يصفهم بها حينما يتحدث عن الواقع الشيعي عن الواقع الشيعي الطوسي أنا لا أريد أن أدافع عن نفسي هنا بغض النظر أكنت محسناً في أدبي أم كنت مسيئاً في أدبي فأنا لا أعبأ بالآخرين لكنني تعلمت الأدب من القرآن والعترة الطاهرة فأقول لهؤلاء عليكم أن تمنعوا عوائلكم من الاستماع إلى القرآن وأن تمنعوهم من قراءة القرآن لأن القرآن هو الذي وصف بلعم ابن بعورا بأنه كلب وهذا مرجع من مراجع بني إسرائيل ومن حملة السر الأعظم مراجع النجف وكربلاء لا يصلون إلى ذرة من تراب تحت نعله ومع ذلك فإن القرآن في سورة الأعراف وصف وصفه بأنه كلب والأكثر من ذلك فإن القرآن أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يبلغ هذه الحقيقة في الآية الخامسة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف واتلوا عليهم هذا أمر واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وفي آخر القصة فاقصص القصص لعلهم يتفكرون هذا هو الذي مثله مثل الكلب وفي سورة الجمعة فإن الحديث عن رجال الدين الذين هم كالحمير يحملون أسفارا وفي سورة الأعراف أيضا كان الحديث عن الذين لا يفقهون مع أنهم يقولون إنهم فقهاء من أنهم كالأنعام بل أضل إنهم اللصوص الذين يأكلون أموال الناس بالباطل مثل ما حدثتنا سورة التوبة القرآن فضح زوجة نبي إنها زليخة تحدث عن فضيحتها القرآن تحدث عن فضيحة زوجة نوح ولوط وتحدث عن خيانتهما وأحاديث العترة الطاهرة تخبرنا من أن الخيانة عند زوجة نوح ولوط الفاحش الزنا القرآن حدثنا عن عائلة النبي ففي سورة يكون الحديث عن عم النبي عن أبي لهب وزوجته وحدثنا القرآن في سورة النور عن واقعة حديث الإفك حينما افترت عائشة وقذفت مارية القبطية بأنها كانت زانية ودعت أن إبراهيم ابن رسول الله ما كان من رسول الله وإنما هو من جريج القبطي هذه فضائح في داخل بيت النبي القرآن يتحدث عنها وفي سورة التحريمي كان الحديث عن عائشة وحفصة وفي سورة نفسها كان الحديث عن زوجة نوح ولوط وعن خيانتهما وفي سورة هود القرآن لم يستر النبي لوط في أحرج مواقفه لم يكن قد ارتكب خطأ لكنه موقف محرج وهو يعرض بناته على أولئك اللوطيين أن يتزوج بهن وأن يمارس اللواط مع النساء هذه الآية التي جاء بيانها وشرحها في أحاديث العثرة الكلام طويل القرآن ليس مؤدبا ولذا فعلى هؤلاء أن يمنع عوائلهم من الاستماع إلى القرآن لأن القرآن ينقل لنا وهو يحدثنا عن زليخة ينقل لنا صورة جنسية مثيرة في سورة يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب الآية ترسم لنا الأجواء التي حدثت فيها تلك الواقعة وقالت هيت لك هذا تعبير مثير جنسية وقالت هيت لك هذا تعبير فيه غنج وماذا فعلت بعد ذلك وقدت قميصه من دبر القرآن هكذا حدثنا وحينما تحدث عن والدي خالد بن الوليد عن الوليد بن المغيرة وصفه بأنه زنيم بأنه نغل بأنه بن زنة والكلام طويل طويل الكلام ليس خاصا بهذا الزنيم ولا خاصا بلوط النبي وهو يعرض بناته على قوم اللواطين قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم في أحاديثنا الشريفة إمامنا الرضا يقول هذه الآية واضحة في جواز هذا الأمر مع النساء لأن لوطن النبي كان يعلم بأن اللواطين لا يريدون مقاربة النساء بحسب ما جعله الله بحسب الفطرة الإنسانية السليمة أنا لا أريد أن أخوض في هذه المطالب القرآن تحدث بهذه الطريقة والأئمة أيضا لأجل أن يضعوا النقاط على الحروف وأنا أقول لهؤلاء إنكم أغبياء أغبياء إنكم أغبياء وضالون ومضلون تضللون أنفسكم وتضللون عوائلكم لأنني حين أتكلم فإنني أضع النقاط على الحروف ولا أحبأ بكم لا أحبأ بكم وهناك من يقول من أن قناة القمر لا تهتم كثيرا في مناقشة الوهابيين قناة القمر قائمة الأولويات عندها هي قائمة الأولويات عند إمام زمانها إمام زماننا الأحاديث تخبرنا بأن أول شيء يبتدع به يبتدع بكذابي الشيعة فيقتله هذه الأولوية عند إمام زماننا وليست الأولوية عند إمام زماننا أن يعبأ بالوهابيين إمامنا الصادق صلوات الله عليه حيث يحدثنا إمامنا العسكري عن في تفسيره الشريف بأن مراجع التقليد عند الشيعة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الأولوية لأن نفضح هؤلاء لأن نتحدث عن هؤلاء هذه أولويات إمام زماننا وأولويات العترة الطاهرة هؤلاء الذين يقضون أوقاتهم في مناقشة الوهابيين يضللون أنفسهم ويضللون الشيعة وحتى لو اهتدى بعض الوهابيين كما يزعمون أنهم يهتدون إنهم ينقلونهم إلى مذهب وهو المذهب الطوسي إلى مذهب هو ألعن من المذهب الوهابي سأتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل في أيام شهر رمضان النقطة السادسة أسئلة أخرى أيضا هناك من يسأل وهو سؤال يتردد كثيرا عن التوجه في الصلاة وسائر العبادات هذا الموضوع تحدثت عنه بشكل مفصل في حلقات مختصة يمكنكم أن تراجعوها لكنني سأجيب بالإجمال من عبد الله بالتوهم فقد كفر وهذا هو حال الجميل إنكم تعبدون آلهة أنتم الذين تصنعونها من عبد الله بالتوهم فقد كفر أن تتوجه إلى جهة ليست مشخصة مثلما ربانا أهلنا كذلك وفقا للمذهب الطوسي القذر الذي هو مذهب مراجع النجف وكربلاء ما هو مكتوب في الرسائل العملية للمراجع الطوسيين بخصوص التوجه في صلاة إنه توجه مثل ما تقول الروايات نعبد الله بالتوهم من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الإسم فقد كفر من عبد الإمام المعصوم ومن عبد الإسم والمسمى الإسم والمعنى المسمى هو الله سبحانه وتعالى ومن عبد الإسم والمسمى فقد أشرك جعل مع الله شريكه ومن عبد المسمى بإيقاع الأسماء عليه هذه العبادة الشيعية المحمدية العلوية الزهرائية أن العبادة لله ولكن عبر أسمائه عبر وجهه أي نوجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء نحن نتوجه إلى الله بأجسادنا عبر الكعبة ونتوجه إلى الله بأرواحنا عبر إمام زماننا هذا هو التوجه هذا الأمر قد يكون قد يكون عسيرا إذا أردنا أن نطبقه عمليا لأننا قد ربينا على العبادة بالتوهم مراجع النجح في الطوسيون سود الله تعالى وجوههم سيقولون لك إذا ما توجهت إلى إله أنت تخلقه لا بأس بذلك لا يشكلون على هذا وإذا ما توجهت كذلك إلى الألفاظ والمعاني تنظر إليها لا يجدون في ذلك إشكاله وإذا ما توجهت إلى الله شيء لا يجدون في ذلك إشكاله وهذا ما هو بدين العترة الطاهرة هذه العبادة بالتوهم ومن عبد الله بالتوهم فقد كفر والذين يريدون أن يعبد الإمام المعصوم فهم كافرون أيضا ومن عبد الإسم فقد كفر والذين يجعلون الإمام المعصوم شريكا مع الله ومن عبد الإسم والمسمى فقد أشرك العبادة المحمدية العلوية الزهرائية الحسنية الحسينية المهدوية أن نعبد المسمى بإيقاع الأسماء عليه أين سبب المتصل بين الأرض والسماء أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم صلوات الله عليكم هذا بيان موجز مختصر التفاصيل قد ذكرت في مجموعة حلقات أعرف إمامك عودوا إلى تلك الحلقات ستجدون التفاصيل كاملة وهناك من يسأل عن أفضل الأعمال في الأشهر الثلاثة في شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان بنحو موجز ومختصر أفضل ليلة في هذه الشهور الثلاثة ليلة القدر وأفضل عمل فيها بحسب دين العترة الطاهرة طلب المعرفة إنها معارف القرآن والعترة فأفضل عمل في أفضل ليلة في هذه الأشهر الثلاثة طلب المعرفة وهذا هو الذي يقوله إمامنا الكاظم صلوات الله عليه من أن أفضل العبادة بعد المعرفة بعد المعرفة انتظار الفرج لأن المعرفة هي الأولى فأفضل عمل في الأشهر الثلاثة طلب المعرفة وإذا أردتم أن تختصروا الطريقة للوصول إلى معارف الكتاب والعترة فدونكم برامج قناة القمر الفضائية ولا أقول أكثر من ذلك تابعوا وتأكدوا من الأمر بأنفسكم واحترموا عقولكم وحكموها ولا أقول غير ذلك وهناك من يسأل عن البرامج القادمة التي ستقدم في قناة القمر الفضائية شهر رمضان برنامج هو تحفة برامج قناة القمر بانوراما الظهور المهدوي موعدي معكم في أيام شهر رمضان إن شاء الله تعالى هذا البرنامج تحفة برامج قناة القمر الفضائية بانوراما الظهور المهدوي أما البرنامج الذي تسألون عنه كثيرا الرسالة العملية الزهرائية المجزة المتلفزة أول حلقة من حلقات هذا البرنامج ستكون في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال إنه يوم شهادة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كي نجدد عهدا مع إمامنا الصادق كي نجدد عهدا بالبراءة من سقيفة بني طوسي ومن عقيدتها ومن منهجها في استنباط الأحكام الشرعية ومن كل شيء يرتبط بها إذن موعدنا بخصوص هذا البرنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة في شهر شوال القادم إن شاء الله تعالى قطعا إذا جرت الأمور بأسبابها وهناك برنامج مهم جدا لباب الزيارة الجامعة الكبيرة إنه برنامج الحقائق الزهرائية الوثيقة والثقافة المهدوية الدقيقة هذا البرنامج سنعلن عن وقته في قادم الأيام وختام الحديث هناك ما يسألني النصيحة وإنني أجعل النصيحة لنفسي أولا ولغير ثانية أذكر نفسي وأذكر الذين يسألون النصيحة بما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن إمام زماننا لو أدركت لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذه أعظم نصيحة ولن أستطيع أن أقدم لكم نصيحة أعظم من هذه النصيحة لو أدركت قائم آل محمد لخدمته أيام حياتي أنا كل الذي أطمع فيه أن أخرج من هذه الدنيا لا أقول بسنوات وإنما بدقائق بل بثواني أكون قد خدمت فيها إمام زماني خدمة صادقة مخلصة نظيفة كما يريد هو لا كما أريد أنا يا ليتني أوفق لذلك أن أخرج من هذه الدنيا بعدة دقائق بعدة ثواني فهذا هو التوفيق وأعظم التوفيق إمامنا الصادق هو الذي يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لن تتحقق إلا أن نكون معه إذا أردنا أن نخدم إمام زماننا لابد أن نكون معه الكون مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا يتحقق إلا أن نكون صادقين معه ولا يمكن أن نكون صادقين مع إمام زماننا إلا أن نكون صادقين مع أنفسنا البداية من أنفسنا علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نفعل هذا الصدق في حياتنا حينئذ نستطيع أن نكون صادقين مع إمام زماننا فإذا ما أصبحنا صادقين مع إمام زماننا استطعنا أن نكون معه الكون مع إمام زماننا هو الذي يوافقنا لخدمته الكلام بحاجة إلى تفصيل لكنني أكتفي بهذه الخلاصة التي بيّنتها أذكركم وأذكركم وأذكركم عليكم أن تعملوا بالمنطق العلوي لن تعرفوا الرشدة لن للنفي التأبدي هذا كلام أمير المؤمنين لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه لابد أن تعرفوا قبائح وعورات المذهب الطوسي لابد أن تعرفوا ضلالة وجهالة وسفاهة وتفاهة المراجع الطوسيين اللحناء وإلا لن تصلوا إلى الكون مع إمام زمانكم ولن توفقوا إلى خدمتك أقول للذين يعبؤون لأمر إمام زمانهم ألتقيكم قريبا في برنامج شهر رمضان بانوراما الظهور المهدوي تحفة برامج قناة القمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر